اشتركوا في القناة ايها الاخوة الصائمون ايها الاخوة المسلمون في كل مكان ربنا جل جلاله يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعد ان اطلعت على اقوال الاطباء والعلماء فيما يتعلق بفوائد الصيام فوجدت ان الصيام له من الفوائد الصحية ما لا يعلمه الا الله وهذا بشهادة العلماء الذين ليسوا بمسلمين وجدوا بان الصيام ضرورة لصحة الجسد بان الصيام ضرورة لطرد السموم من الجسم وعلاجا وعلاجا كذلك لكثير من الامراض الجلدية والهضمية والعصبية والدموية وامراض السكر وما الى ذلك سلوا الاطباء وقرؤوا عن فوائد الصيام فقد يقول قائل لماذا لم يقل ربنا سبحانه وتعالى في اخر هذا الامر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تصحون فيرغب الناس بالصيام ويقبلون على الصيام لو قال لعلكم تصحون لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون لعلكم تتقون اشارة الى ان تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات وترك المنهيات عموما هو صحة للجسد لا بل فيها من الفوائد ما لا يعلمه الا الله جل جلاله فيما لو صلى وحج وصام وزكى وادى المأمورات باسرها واجتنب المنهيات كلها عند ذلك يعلم بان فوائد التقوى تضم فوائد الصيام وفوائد اي امر من اوامر الاسلام تعود على جسده بالصحة وعلى حياته بالبركة والخير معاشر المؤمنين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اكثر ما يدخل الناس الجنة فقال التقوى وحسن الخلق وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال عليه الصلاة والسلام الفم والفرج فيا ايها الاخوة ان كان اكثر ما يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام انما هو تقوى الله وحسن الخلق فتقوى الله هي علاقتك ايها العبد مع الرب مع الخالق جل جلاله وحسن الخلق علاقتك ايها العبد مع الخلق فاذا كانت علاقتك مع الرب سبحانه وتعالى بفعل المأمورات وترك المنهيات وهي التقوى وعلاقتك مع الخلق بحسن الخلق كان كفيلان ان يدخلاك الجنة كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثم ان فوائد التقوى معاشر المؤمنين كثيرة جدا ولو استعرضنا القرآن الكريم لوجدنا بعض آياته نسردها الان بان التقوى تجعلك في معية مولاك سبحانه وتعالى دائما وابدا فربنا قال ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون انت مع الله والله معك لعل احدنا يفتخر اذا مشى مع رئيس بلدية يقول انا ماشي مع رئيس البلدية فكيف ان كان وزيرا وكيف ان كان ملكا او رئيسا او ما الى ذلك يحاول ان يقترب منه ليكون في الكرسي الاول فالثاني او الرابع واذا ما قال للناس ارأيتموني وانا اصافح الرئيس او الوزير او ما الى ذلك ومن هو الرئيس ومن هو الملك ومن هو الوزير ومن هم هؤلاء انهم ضعاف ولعله في لحظة من اللحظات يعزل ان لم يكن في القبر في حفرة مظلمة ترك جاهه وترك ماله وترك كل شيء وراء ظهره من هو هذا الانسان لكن ربنا يقول ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فاذا كنت تعتز بمعية انسان ما قد يكون له من الجاه او المنصب ما يجعلك تعتز فكيف بمولاك سبحانه وتعالى اولا تعتز ان تكون مع الله فكن متقيا لله سبحانه وتعالى والتقوى كذلك من فوائدها العلم حيث قال ربنا واتقوا الله ويعلمكم الله شكوت الى وكيع سوى حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي كذلك من فوائد التقوى معاشر المؤمنين بانها سبب للبصيرة والعرفان قال ربنا جل جلاله يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم يفرق بين الحق والباطل بين الخير والشر الله يعطيه من البصيرة ما يدرك بان هذا حق وبان هذا باطل عندما يتق الله سبحانه كذلك سبب في الامن من كيد الاعداء وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا كما ورد في القرآن الكريم بان التقوى سبب في الامن من الخوف والحزن كما قال ربنا ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما انها سبب في تفريج الكروب وسعة الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جاءني شاب قال اريد ان اتزوج وليس مع اي مال قال فقلت له اذهب واخطب وسأعطيك ان شاء الله مهرك فقال لي اريد بيتا قلت ليس عندك غرفة في البيت قال لا والله بيتي عبارة عن غرفتين لوالدي ووالدتي غرفة والغرفة الثانية لي ولاخوتي وليس عندنا شيء نسكنه او مكان نأوي اليه فقلت له يا اخي والله ما عندي بيوت فان كان ولابد فاتق الله ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يعتسب فقال لي بما يقوله العامة في الشام يعني لا حينزي بالافة يعني عليه يعني مال حتى اتزوج انا ما عندي لا مال ولا عندي بيت اتزوج انا بقول لك ما عندي مال حتى اجرت بيت ما عندي قلت له والله يا اخي بافة بغير افة والله ما بعرف فربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب انت تصلي قال احيانا واحيانا قلت له انا اضمن لك بان تتزوج ان شاء الله بعد سناء او اقل بشرطين الاول ان تصلي وان لا تقطع واقتصله والثاني ان تكون امينا على ما بين يديك من مال يعود لصاحب العمل الذي تعمل عنده قال خيرا ان شاء الله هو ذهب ووالله لم يتم او لم يتم العام جاء ويقدم لي يعني الدعوة الى عرسه فقلت له لست بفارغ في هذا الوقت قال اما تعرفني قلت لا والله لا اعرف قال لقد اتيتك وقلت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا قلت ايه طيب كيف جاءك المال بالافة كما يقال عندنا في الشام بالافة من السماء قال لا ولكنني والله لم اقطع صلاة كما شرطت علي من ذاك الوقت وكنت مؤتمنا تماما على مالي صاحب المال فجاء الي منذ شهرين وقال لي الا تريد ان تتزوج يا ولدي قلت ليس عندي مال وليس عندي بيت فاخذني وادخلني الى بيت في الحجر الاسود وهناك رأيت ثلاثة او ثلاثة غرف قال لي هذا بيتك وهذا مفتاح البيت قلت سآتي ان شاء الله الى عرسك فذهبت فوجدت صاحب العمل الذي يعمل عنده والله يفرح ويهتم بعرسه اكثر من والده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب هذه وصيتي للشباب هذه وصيتي للآباء هذه وصيتي للأمهات هذه وصيتي للمستضعفين الان وصيتي لكل مسلم في كل مكان اتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وارحم شهداء الأمة يا رب العالمين وفرج عن المساجين وفك أسر المأسورين وفك الحصار عن المحاصرين وانصر المجاهدين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله